لكن على ذكر مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب هناك رأي سلبي تجاه الخطيب والمجلس رد عليه الزميل خير رمضان نشوف الانتقاد الموجه للأهلي أصل مجلس إدارته متكبر هو متكبر علشان ما يدخلش في المهاطرات علشان ما يدخلش في حاجات صغيرة علشان الخطيب عامل سيستم إبراهيم مبارح بيشير إلى أن رئيس نادي الزمالك الأسبق قبل اللجنتين كان بيعود مع اللعيبة فبعدها الخطيب بدأ يعود مصحيح إبراهيم مصحيح لأن صالح سليم كان بيعود مع الفريق قبل أي مباراة مهمة أو قبل أي بطولة مهمة حسن حمدي كابتن حسن حمدي ولهم كل اللي احترام كانوا بيعودوا مع اللعيبة الخطيب هو المشرف العام على الكورة لما فريقه ما كانش الفريق بيوصل لنهائيات سنين كتيرة الخطيب في سنة كم سنة الخطيب شفت له كم حوار حوارين من يوم ما مسك رئاسة النادي الأهلي الخطيب حد رصده بيغلط في حد حد من مجلس الإدارة علق تعليق سخيف ضد حد حد من لعيبة الأهلي وقف قدام جماهير الزمالك أو قدام جماهير الأهلي بتاعته يشتم في الزمالك ما حصلش انتو بتلوموا إدارة الأهلي انها متحفزة ولا تشتبك صديق الأستاذ هاني شكر النهاردة كاتب زعلان قوي بيقولك مجلس الإدارة المتكبر هو متكبر يا أستاذ هاني علشان ما بيدخلش في خلافات ولا اخناقات صغيرة هو متكبر لأن هذه طبيعة الأهلي ليس تكبرا ولكن احتراما هو مؤسسة بشهادة الزمالك كل الناس بتوع الزمالك والزمالكوية صحابي كتير من نجوم والعيبة وجمهور وكله أنا أبويا كان زمالكاوي احنا بيت كنا عشرة أبويا واختي تعطفت معاه فبقت هي كانوا الاتنين الزمالكوية في البيت وإحنا تماني أهلوين وكنا بنقعد ونقول مبروك ونغز بعض شوية ونلعب شوية زي ما إبراهيم قلم بنا هو يعني لمس الأستاذ خيري على النقطتين الحقيقة وحدة منهم مضحكة شوية إن الخطيب بيقعد مع الفرقة علشان رئيس نادي الزمالك الأسبق كان بيقعد مع الفرقة وكأنها السنة ابتدعها وابتكارها رئيس نادي الزمالك الأسبق يعني لما رئيس نادي الزمالك الأسبق اللي ما كانش يلاعب كرة يقعد بشكل يكاد يكون يومي في الملعب وبرى الملعب وفي كل مكتب وفي كل حتة مع لعبت الكرة هذا حق هو يريد أن يدير هكذا ما حدش قال له أنت بتعمل كده ليه لكن الخطيب الراجل النجم الأسطوري تاني آه الأسطوري والإداري الرائع الخبير المتمرس اللي خدها من تحت الفوق عيدوا مجلس قبلها مشرف كرة وعيدوا مجلس قدارة ومسندوق ونقب رئيس نادي ثم رئيس نادي وفي كل ده كان في لجنة الكرة لا ما يعودش وإلا وكأن لما رئيس نادي زمالك يقعد مع اللعيبة ممنوع على حد تاني يقعد مع اللعيبة وإلا تبقى في رأيه لا أنت قعد يا سيدي حاضر والله عجبتنا بينقلده شكرا لكن الأغرب منها أن يتهم الأهل ومجلس إدارته بالتكبر وعلينا يا أستاذ هاني وأنا يعني أقدرك تماما أنت واحد من رجال الإعلام والإعلان أصحاب الخبرة الكبيرة أقدرك تماما الحقيقة ولكني أختلف معك 180 درجة لأني حنوضح مع بعض نقطتين بس مهمين جدا عليك أن تدرك الفارق بين الكبرياء والتكبر الكبرياء أن تعتد بنفسك ولا تنزلق لأن تبدو في لحظة ما وأنت تتصرف بتصرف يسيء إليك قبل أن يسيء إلى الآخرين وأنا قبل كده قلت مفهومي إلا أنا خدته بالرحمة الله عليه من الراحل العظيم الأستاذ نعمان صابري مدير عام النادي الآلي أن الكرامة هي تصرفاتك فلما تتصرف بطريقة تقول الرجل ده بيعمل إيه وصوته ما له عمل كده إيه الألفاظ اللي بيقولها دي أنت تسيء إلى نفسك فأنا لما أشعر بالكبرياء أن أترفع ولا أرد وأتغاضى وأخذ حقي بطريقة فيها مشروعية وطريقة شيك تتجاوز عن كل هذه الصغار هذا ليس تكبورا وإن كان إذا فسرته تكبورا هو تكبورا محمودا لأن التكبر على أهل التكبر صدقة الكبر على أهل الكبر صدقة ولكن النادي الآلي لا يتكبر وأذكر هحكي لك قصة كده الكابتن صالح كان يخش من نادي يبصه لقدامه كده ويخش كده لحد الحتة اللي بيقعد فيها أو يخش على النادي الآلي فبعض الأعضاء قالت يعني الكابتن صالح يعني ما يخش يستسلم علينا ويقعد معانا وتصوروه متكبرا فقالي قلت له يا كابتن الناس بتقول عليك أنك متكبر عليهم شوي قال لي يا ساتر ليه قلت له عشان بتمشي دوره قال لي يا عدلي هو أنا المفروض أن أنا أتطفل عن ناس أبقى ماشي ببحلق لدف وأحرجه وهو قاعد مع أسرته والتاني أبصله ما هيقولولي اتفضل يا كابتن لكن أنا ماشي لو حد منه مصب عليها هرد عليه لو حد منه مطلب أن أنا أعود معاه بقف وبتكلم معاه وبعود معاه إيه المفهوم الراقي لكن مش هتترك خصوصيتي الناس إيه المفهوم الراقي ده وإيه الكبرياء دي الرجل اللي ما بيسخرش نفسه إيه بعد شوية قوله وكابتن جاي بقى حي يعني ما هو لا مش كده فعليكم تدركوا الخيط الرفيع بن الكبرياء التكبر النادي الأهلي يدرك هذا الخيط ويتمسك به ده الاحترام وهذه هي طبيعة الأهلي ورجاله